قانون اللاجئين قانون مهم جدا لانه في الحقيقة يعني بيقنن وضع اللاجوء السياسي او الاجتماعي او الانساني في مصر وده من مظاهر انه الدولة دولة قانون ودولة حداثة وهناك عدد من الخبراء القانونيين اللي في الحقيقة عندهم تحفظات على الصياغات متعلقة بمواقف مصر او توقيعات مصر على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحول الانسان في الحقيقة كمان الناس دي اراءها مفيدة جدا جدا للحكومة المصرية وما فيش اي منطق او اي داعي باي طريق من الطرق ان الاستاذ نشأة ديهي يطلع يحاول او يطلع يقول الكلمتين اللي هتشوفوهم دلوقتي عن مواطنين مصريين حقوقيين واسماء معروفة بتجتمع وبتحاول ترشد من القانون وتخليه فعلا قانون انساني تعال نشوف نشأة ديهي بيقول ايه على الناس اللي بتحاول تساعد المجتمع والدولة والنظامة القضائي بشكل ايجابي كل اللي بيعملوه انهم بيتناقشوا وبيقترحوا تعديلات وعند نشأة ديهي هذا الكلام حرام شرعا بقول تاني عيب ان انتوا تتكلموا على مصر وعيب ان انتوا تمارسوا على مصر ابتزاز رخيص بقول كل الصحف كل المجلات كل المواقع وكل هؤلاء التابعين لمنظمات حقوقية عيب ان انتوا تزايدوا على مصر في موضوع اللاجئين اللي رئيس الدولة بقول عليهم ضيوف واحنا فاتحين بابنا وابوابنا لكل واحد عبر سبيل وكل واحد بيستجير بينا لان ده تاريخنا دي تربيتنا دي اخلاقنا دي دولتنا الكبيرة للضاربة مجزرة في اعماق التاريخ والحضارة اللي انتوا ما تعرفوهوش بقول تاني عيب ان نلاقي 22 منظمة حقوقية طلعة تتكلم وتقول ان احنا بنرفض القانون ارفض اخبط راسك في الحيطة اخبط راسك في الحيطة اللي بيقول لك انا مش موافع على القانون وبحذر من القانون بقول له ده امر سياني وتشريع مصري لضبط العملية وادارتها بشكل يحقق مصلحة الدولة المصرية انا مش شغلتي لمنظمات الحقوقية مش شغلتي لنبسطك مش من ضمن اهداف لنبسطك مش من ضمن اهدافك خليك تسقف لي انت محمد ناصر ومعتز مطر انت مش من ضمن اهدافك يا نشأة ان انت تبسط المنظمات الحقوقية بس لازم يكون اول اهدافك يا عم نشأة انك تعمل ايه انك تشتغل حقوقيا صح والمنظمات الحقوقية واللايئات والمؤسسات الحقوقية هتشيد بالصح ده وتقول لك انت كده تمام بتشتغل صح انما لما تنتقدك المنظمات الحقوقية مش عايزك بس تشد علوقة كده عايزك تهدى وتتكلم بالراحة وموضوع انت طالع دلوقتي بتتكلم في موضوع المفروض تتكلم فيه بارقام بحقائق تقول والله مسا احنا عملنا قانون القانون ده بينص على كذا واذا اختلفت معنا المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحقوقية فبقول لهم انه مصلحة مصر كذا لكن انت عشان عارف ان انت عملت تطبل وعملت تكذب فانت عملت انفق قروقك وتزعق واخبطوا لسقه في الحيطة هو ده نقاش هنشأت نشأت ده نقاش لو انت تمتلك حجة ودليل وارقام وقدوق في الطرح اكيد الناس هتسمعك انما انت متأزم عارف ان انت مأزوم وطالع المادة اللي معاك بتقول لك ان انت طالع تكذب فتعمل ايه اخبط لسق في الحيطة ومش عارف مين ونرضي مين ونحط مين ايه ده نشأت كده وهدي الاعضاء شوية عشان نعرف نسمع بعض ونتكلم ونقول مثلا لنشأت انا طبعا بما انت قط طريقتك فلازم اكلمك بطريقة اللي انا بقول ان انا نفسي ان انت تتكلم بيها لما لجي نتكلم عن قانون نشأت نجيب مين نجيب الخبراء القانونيين رأيك ويه في الموضوع هنتكلم في الدين نجيب علماء الدين نتكلم في الفن نجيب ممثلين ومخرجين كبار نجيب علماء الفن اه هنتكلم في الرياضة نجيب ناس مدربين عالميين وناس اهل الخدمة واهل القصة وننكلمهم ويقولولنا طيب اللي ايه ده بتتكلم فيه ده نشأت قانون نروح لمين لخبراء القانون خبراء القانون بيقولوا ايه قال لك خبراء القانون بيتحفظوا اصلا على سياغات قانون اللجوء السياغة نفسها فيها مشكلة يا نشأت ما تجيبوا لنشأت جنبي يا جماعة عامل اتكلم عن الراجل والرجل عمل يتنطل جاء فاتوه جنبي كده عشان حاول لانا هتدي شوية ايوة كده طيب خبراء القانوني نشأت بيقولوا لك ان هناك تحفظ على السياغات لهذا القانون قانون اللجوء وبيدعوا لإجراءات تضمن حقوق اللاجئين اللي زعلك في ده لماذا تنتفخوا اوداغك ولماذا تتحرك اعضائك والله العظيم ده مش كتيمة ده انا بوصف لا لا ده توصيف والله مؤدبة يعني اه جدا والله احنا بنقول شينا كل حاجة مؤدبة لا كم وبهدوء وبالراحة وبشياكة بنقول لك يا باشا ان هناك عدد كبير من الخبراء القانونيين والمختصين في قضايا اللاجئين اللي انت بتعرفش عنها حاجة نشأت فبحاول ان انا عرفك بيقولوا ايه هم نقشوا الجوانب القانونية والجوانب الانسانية للقانون ولما نقشوها وقروها كويس جدا وانا واثق ان انت لا قريت ولا نقشت ولا عرف انت بس اتبلغت بكلام فطلعت وقولوا بهذا الاداء الهمجي ما تجيبوا لي نشأة جنب يا جا ما اكونش هو اللوكات ونشأة جنب ايوة كده انا عايزه جنب عملوا يا نشآت قالوا ان الحكم النهائي على القانون هيعتمد على اللايحة التنفيذية اللي يجب ان تحدد اجراءات واضحة معلومة ظاهرة لحماية اللاجئين طيب استندوا على ايه قالك بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية القانون بيمص على انشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس مجلس الوزراء وتحدد فترة 45 يوم لتقديم طلبات اللجوء من الاشخاص الذين دخلوا الى البلاد بشكل غير قانون كما يضمن القانون حقوقا للاجئين تشمل وثيقة سفر الحماية من الترحيل حق التعليم الرعاية الصحية بشرط الالتزام بالقوانين المصرية واحترام النظام العام ما لك يا نشأ؟ اللي ازعالك في ده هو انت يعني احنا دلوقتي نشأت ما بين صح وغلط لما انت تكون شايف الصح اطلع ودفع عنه لكن تبقى عارف ان ده غلط نشأت وتحاول تقلبه لصح هتتعب هتتعب واليومين دول السكر والضغط منتشرين وازميلك عمري قديب قال نحنا دلوقتي يا جماعة الناس بتموت من القهر والقهر ده بيجي نشأت من ايه؟ ان احنا نتنرفز ضغطنا يعلى الدم ما يمشيش في العروق يحصل تجلط وما فيش دلوقتي ادوية في المستشفىات يا نشأت ادوية التجلط وازمية الجلطات دلوقتي فيها نقص في المستشفىات الحكومية والمستشفىات الخاصة وفي كل حتة فانا خايف عليك خايف عليك يا نشأت ايه ده كده وخد وشع كبات كركدي كبات الكركدي هتهدي الدنيا شوية او ينسون الي ينسون جميل وبيهدي الدنيا وبيخليك هادي وراعي كده وصوتك يبقى سالك ومن غير نرفزة وبهدوق شديد جدا والناس اللي عندلك قلق في دماغك دي نشأت شلهم من دماغك بقى هم عايزين مصلحة البلد نشأت مش بيطبلو زيك يعني هما بيطبلوش زيك اللي انت ذكرت اسمعهم كلهم ما بيطبلوش زيك فانته ده عشان تعرف تتكلم ونعرف نسمعك حبيبا نشأت اشتركوا في القناة